الباحث العربي في الوطن العربي في كل بلداننا العربية حقيقة دكتور أنا تابع بلدي ممكن بالعراق أدي كثير من الشباب الواعد عندهم بحوث بهمة بالنسبة لهم لكن لا يجد من هنا الجهة الداعمة أو الراعية لبحوثك مثل ما نعرف تحتاج لها أموال معينة دعم في مواد للبحوث وكل هذه الأمور هل تجد بأن اليوم المؤسسات المعنية بالبحوث هي داعمة حقيقية للشباب تقدم كل ما يحتاج الشاب؟ طيب خلينا أقول لحرطك النظرة ليست بهذا التشاؤم قوي لا هناك طبعا مؤسسات في كل البلاد العربية مسؤولة عن أو داعمة للبحث العلمي بما فيهم في العراق وفي الأردن وفي فلسطين وفي مصر طبعا المؤسسات دي المشكلة الرئيسية أرجع تاني ليست في وجود التمويل هناك طبعا بنية أساسية قوية جدا في معظم الدول العربية من أجل البحث العلمي المشكلة هي عدم الربط ما بين البحث العلمي ثم المستفيد النهائي مش الإنسان اللي هو الجهة اللي هي هتاخد هذا منتج هذا البحث العلمي كلنا عارفين وفي بريد أمثال ما عرفش في الدول عندكم بتقول إيه يقول لك هو عبر رسالة الماجستير والدكتوراه وحطها على الرف كويس يعني هو خلي باني أخذتك في الدول بشتفرقة بين التعليم والعلم والاستخاذة من العلم بالضبط كده انت عملت في رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعتك اللي هي معظم مناطق العربية اللي البحث العلمي قائم أساسا في الجامعات وفي المراكز البحثية طيب انت مفيش حسب انك تعمل بحث علمي عشان تطلع منه رسالة او تطلع منه بحث وتنشره آه ده ده لازم عشان لما في الاخر لو ما كانش هناك مستفيد شركة او جهة ما هتاخد هذا البحث واتطبقه فانا آسف تعبيره كدول عربية بغض نظر كمية الصراء او عدم الصراء لنا كلنا لسنا في هذا الطور من الرافاهية ان انا اعمل بحث علمي فقط للمعرفة ان ما كانش البحث العلمي بينتج منه منتج الناس تستفيد منه في الاخر آه فده اضاعة للمال والوقت والجهد الحراج بتقوله بقى ده بالظبط اللي بيحصل ليه هجرة للباحثين من عند حريطك للدول الغربية انهما عرفوا بعد ما يجيبوه هيشتغل في ايه؟ عشان يطلع منتج فهو حتى بيحس نوع من انواع مفيش استفادة مادية طب استفادة مادية لانه يخفوص اكتر شوية من البلد اللي هو فيها انما هو في الاخر حس انه انتج منتج بقى موجود ما بين الناس بتتداوله ودي تاني اكتر حاجة بتحس بيها الانسان بسعادة انه نقدر تاخد ده بقى الحراكة رجعتينه عاد انا عملت حاجة افادة الناس ويمكن معظم الباحثين في الدول العربية قضى فترة من حياته في دولة غربية كويس او حتى دولة شرقية يعني زي من اليابان مثلا او خلافه ففعلا الدول الغربية او الدول الشرقية اليابان وكوريا والسين والخلافه اما بيجدوا ان فيه بعض الباحثين اللي عندنا عنده فكرة جديدة او هو متميز في حاجة بيقدموا له كل الدعم عشان يجي يعمل هذا البحث عندهم فياخدوا هم الفكهة بتاعته او المنتج بتاعه في الاخر الباحث مش بالضرورة ان يكون يدور على فلوس او على فلوس مهم ما اقدرش اقول لا انما هو في الاخر بيهموا ان منتجه او الفكرة بتاعته دي بقت موجودة ما بين الناس بتقدر تستخدمها ويبقى هو بقمة السعادة في هذا الموضوع صحي يعني يعمل نحكي بصمة ويعمل شيء مختلف في العالم في العلم اللي هو بيشتغل فيه بالضبط